في كتير فنانين لبنانيين وغير سوريين بروحوا بيغنوا بسوريا لا يحصلون على إذن أو تصريح أو تنسيق يعني المشكلة بالإذن مش المشكلة بيطلع على الإعلام ما خلصت هاي واحدة اتنين طلب هو تعهد بعدم ذكر ألفاظ بذيئة وهذا قرار سابق يعني أيام النقيب السابق أو الأسبق أنه ما بيطلع فنان مين من كان يكون سوري أو غير سوري وبيعمل ألفاظ بذيئة هو طلب هدول الطلبين لم ينفذوا هل هالشي بيسرع على وديع الشيخ لما يطلع على سوريا وممكن يمرأ كلام نابة أو غيره من الفنانين بيمرأوا كلماتك هل حصل بقصد هل حصل مع لا ما حصل ما بظن حصل ما سمعت يعني أنا بهيك شي بس أنا بحكي بموقفي الشخصي أنا مع كل يعني إلغاء أو منع كل فنها مع أنه لا يؤدي إلى نتيجة بعالم السوشيال ميديا المنع لا يؤدي إلى نتيجة لكن تسجيل موقف يعني حضرتك حسام الشاه مع هذا المنع مع تسجيل الموقف بس لي ما بينترك الخيار للجمهور يعني اليوم الفنان لما عم ينزل غنية الناس عم تلحقوا على السوشيال ميديا الناس الله يعين الناس ضحية الانهيار الأكبر بالمنطقة والتغيير الأعظم بالعالم في انهيار أخلاقي اقتصادي جيوسياسي في شي خطير عم يصير بالعالم في تطور رقمي مهول ما عم نلحقه منركضه منركض ما عم نلحقه أنا بدي يروح لحدث آخر صار برا سوريا شو؟ بمصر نعم شو صار مع مجموعة؟ عمل جدال وكان في كتير اعتراض على الفنان هاني شاكر أنه أنت عم تمنع ولكن هالأغاني مصلت برجع أنا بقول المنع لغة خشبية بعصر السوشيال ميديا لحظة المنع لغة خشبية في عصر السوشيال ميديا ما حدا بيقدر يمنح في تناقض في كلامك جايكي بالكلام لكن يجب تسجيل موقف من المؤسسة المعنية في تناقض استاذ حسام عم بتقلي لغة خشبية وعم بتقلي تسجيل موقف سجل موقف بأنه بدك تعمل حفلة عندي تفضل تعهادلي بكذا هاي كل القصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر